بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم حبيبا عاملين ايه؟ ياربكم ونبقى الفخير اهلا بكم في قناة تفسير احلامك مع نور من فضلك اعمل اشتراك وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد مش تنسي تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناة ان شاء الله التواصل يبقى من خلال صفحتنا على الفيسبوك هسابلكوا الرابط بتاعها في صندوق الوصف وكمان رابط الجروب بس ان ايه احلامك واستفسارك وان شاء الله هيتم الرد عليها في اقرب وقت ممكن اه النهاردة معانا مجموعة من الاحلام من رسايل الصفحة ان شاء الله يعني كل حد يبعت رسالة هيوصلوا الرد في الرابط بتاع رسالة اه لان طبعا عارفين الرسايل بتنزل من غير اسم فان شاء الله هيتم الرد عليها برابط التفسير النهاردة معانا مجموعة من الاحلام نبدأ معنا بأول حلم بسم الله الرحمن الرحيم هو الحلم الموجود قدامنا على الشاشة حلم تببيت كبير وقديم فيه توابيت والتوابيت دي فيها جسس وفيه تابوت لما وقفت عنده طلع على الشاب بعرفه وطبعا كنت بابكي وكانت في داخلي بتقول ان الحمد لله ان هي ما تجاوزتوش يعني لانها كانت هتكون أرملة وان وصية الشاب ده كانت يعني متعلقة على التابوت بتاع وهي فضرت تبكي جدا وتصرخ يعني في الحلم نبدأ مع بعض ان شاء الله تفسير الحلم بسم الله الرحمن الرحيم طبعا البيت الكبير هنا هو رمز لحياتك أما كان هو قديم فالإشارة هنا ان الحاجات دي حصلت في حياتك الماضية يعني التوابيت هنا هي إشارة لأحلام ومشكلات انت مررت بيها هي خلاص انتهت من حياتك بس التابوت اللي انت وقفته قدامه وكنت تعرفي الشاب ده ده في حاجة يعني انت الشاب هنا أشارة ان في شيء غالي فقط في حياتك اللي فاتت بس في المستقبل هتعرفي ان شاء الله ان فقدانك للحاجة دي كان خير لك يعني فيه أمور من الماضي انت هتعرفيها هتكشف لك في الحاضر حاجات ما كنتيش يعني هتتصدمي لما تعرفيها يعني بس هي خير ليك خير كبير جدا جدا من ربنا وده أشارة ان دايما ما نزعلش على اي حاجة راحت مننا لان في المستقبل لو يعني هنعرف ان الحاجة دي فقدانها كان نعمة من ربنا مش شر يعني كنا هنرضى يعني باللي ربنا كتب هنا طبعا بكائك الشديد جدا يعني ده تيسير أمور هو البكاء في الحلم حلو جدا هو تيسير أمور وتخطي مشكلات وفرح ان شاء الله فان شاء الله حياتك اللي فاتت كان فيها مشكلات وعقبات وحاجات وتعصر بس ان شاء الله في حياتك الجاية العكس تماما يعني هيبقى فيه فرح وتيسير وفيه حاجات من حياتك اللي فاتت انت هتعرفيها هتغير لك كتير في حياتك المستقبلية فان شاء الله خير وربنا حبيبتي حقالك يا رب كل اللي بتتمنيه في حياتك الحلم التاني معانا لو سمحتي حلمت ان شعري كان قصير وفجأة طول خالص وكان ناعم وكنت فرحانة به وماما قاعدت تدفره لي وكان شكله جميل جدا طبعا طول الشعر هنا وشكله الجميل وانك فرحانة به دي اشارة قوية جدا 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 ان انت عندك حسد كتير قوي 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 واضح كده ان انت مش بتتحصني كويس لان الحسد ده مسبب ليكي ازا كبير قوي 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 وهو هيكون سبب في مشكلات الازا هنا طبعا الحسد من اقوى الاشياء اللي احنا بنتكلم عليها ودايما علاج الحسد بالتحصين يعني عايز اقولك يعني لصحبة المشكلة واي حد بيعاني من الحسد في حياته لو انتوا مثلا ما عندكوش وقت ان انتوا تقرأوا صورة البكرة يعني يا ريت نشغلوها في البيت يعني يبقى قضع في الايمان المعاوزتان وقاية الكرسي كل يوم كل يوم ده مفتاح النجاة لأي حد بيعاني من الحسد لان الحسد يعني شيء مدمر للانسان فربنا يا رب يكفينا ويكفيكم يا رب شر الحسد لان الحسد ده مميت 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 فطبعا المفتاح النجاة سهل جدا جدا عليك بالتحصين وان شاء الله يا حبيبتي يا ربنا يبعد عنك اي ازا ويحميكي الحلم التالت معانا النهاردة وحلم طويل شوية كنت حلمت حلم ان انا في بيت اهل ماما وكنت في شقة ابن خالي هو ريسة ما تجوزي وكننا قاعدين كلنا في قضا واحدة ففي حد قال ان انا معمول لنا عمل عشان يؤخر الجواز وكده وان انا وهو مسكني ازايس فيها حاجة زرقة ورشناه في الشقة كلها وابن اخته كان قاعد يعيط وعايز يروح لامه بس انا حاولت ان انا اسيطر على الموقف واخليه يبطل عياط يعني وان في الحقيقة ان خطابها جاي بشقة بس فيه يعني كان عليها مشاكل فنبدأ بتفسير الحلم بسم الله الرحمن الرحيم طبعا كلمة معمول عمل كلمة معمول عمل هنا هي رمز ان في حد يعني قاصد ليكم الازع ممكن يكون في صورة حسد او حد مش بيحبك فدايما احذري من اي حد مثلا يبقى مقرب لكي انت هتقولي لأ مش هيقزيني او مش هيحسدني فدايما حاولي 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 امورك يعني امورك الشخصية بالذات ما نقولهاش لكل اللي حوالينا يعني ياريت لأي حد مش ليك بس لأي حد بيسمعنا لان هنا في اشارة قوية جدا ليكي ان في حسد كبير قوي وازم من اشخاص قريبين جدا بيحاولوا يعني يعملوا مشاكل بينك وبين خطيبك عشان الجوازة دي مش تتم طبعا الازايز هنا واللون اللون الازرق اللون الازرق هو هنا اشارة قوية جدا جدا للحسد طبعا الحسد هنا يعني شديد جدا جدا بس انت ان شاء الله زي ما قلنا لصاحبة الرؤية التانية مهتتغلب عليه طبعا عليكي بالتحصين كويس جدا التحصين ليكي اقرأ المعوذتين وقاية الكرسي اما بالنسبة للشقة الجديدة فان شاء الله هتعملي الحاجات زي ما هي جت في الحلم لان في حاجات لما بتيجي في الاحلام بيبقى لازم ننفذها زي ما جت يعني هي الاشارة هنا بتبقى واضحة جدا 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 طبعا انت اولا لازم الشقة تشغلي فيها سورة البقرة يوميا حولي وطبعا لازم تتم يعني تتم سحيها كويس جدا جدا بمية وملح وطبعا هتحطي في اركان الشقة كلها ملح لان الملح من الاشياء الجميلة جدا 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 اللي هي بتمنع الطاقة السلبية من الشقة وبتمنع اي ازا يعني الملح بيمنع اي ازا فحاولي تعملي ده طبعا لما تحصني شقتك كويس جدا وتعملي الحاجات زي ما هي تقالك كده بالمية بالملح والبلح في الاركان وصورة البقرة فان شاء الله اي ازا ليكي هيبطل وهنا يعني هي الرؤية بتاعتك هي دي اشاراتها القوية يعني اشاراتها القوية جدا 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 اما الطفل الصغير اللي كان بيعية وانتي بتحاولي تسيطري عليه الطفل هنا هو اشارة لدنيتك بس انت ان شاء الله محافظة على الدنيا دي هتتجاوزي اي مشكلات انت هتقابليها يعني ان شاء الله وهتعدي منها فاتطمني وكملي وعملي اللي قلتلك عليه وان شاء الله ان شاء الله يا حبيبتي ربنا يتمملك فرحتك على الف خير الحلم الثالث معانا لو حد شرب يعني هو سؤال وحلم في نفس الوقت لو حد شرب من البحر وبلقى ميوته ملحة ايه تفسيره وكنت بمسك في حبال وبنط من اماكن عالية وبنزل البحر وبطلع وبعدين بخاف اقع من الاسوار يعني زي اللي بيحصل كده في الافلام طيب نبدأ التفسير بسم الله الرحمن الرحيم طبعا هنا البحر رمز الرزق يعني عموما البحر رمز الرزق تكونك ان المية بتاعته ملحة فهنا اشارة قوية ان فيه تعصر ليك في الرزق يعني دايما رزقك فيه تعصر انك بتمسكي بالحبال وبتنطي اشارة انك ما شاء الله انسانة قوية جدا بتحاولي تتخطي اي مشكلات انت بتقابليها وبتعدي منها الحمد لله جواكي خوف اه بس الخوف ده مش بيمنعك انك تتغليبي على الحاجة يعني فدايما خدي بالاشارة دي يعني كملي وما تخفيش لان ان شاء الله قوتك سر نجاتك وسر تحقيق ان شاء الله احلامك يعني فما تخفيش ابدا ابدا وكملي وان شاء الله يا حبيبتي ربنا هيبصلك لكل اللي بتحلامي بيه ان شاء الله في الاخر حابة اختم بدعاء زي كل مرة بسم الله الرحمن الرحيم اللهم حول ضعفنا الى قوة اللهم حول عجزنا الى اسرار اللهم حول حزننا الى سعادة اللهم حول فشلنا الى نجاح اللهم حول كسلنا الى رشاط اللهم حول ضيقنا الى فرح اللهم حول عسرنا الى سعى اللهم حول مرضنا إلى عافية اللهم حول زنوبنا إلى حسناية اللهم اخرجنا من حولنا وقواتنا إلى حولك